سلام بكم إلى أولى نشراتنا الرياضية لنهار اليوم البداية كالعادة بجولة في أهم ما جاء في صحفنا الرياضية المحلية الصادرة اليوم الثلاثان موافق 27 ديسمبر 2016 البداية مع الشباك التي عنونت بهذا العنوان قطار العمالقة لا يتوقف في البريمير ليك وكما نشاهد في الصفحة الرئيسية للشباك صورة لأبرز نجومي لبريمير ليك هذه الأيام الذين يصنعون الحدث في مباريات البوكسين داية التي انطلقت بالأمس واتحدثت الشباك عن خسارة ليستر سيتي المفاجئة أمام إيفرتون على معقله كينك باور ستيديم بنتيجة هدفين دون رد لتتعمق جراح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يقبع الآن في المركز الخامس عشر ويوصل استنزاف النقاط وقالت الشباك بأن عملا كبير ينتظر رانييري وأيضا مسؤولية تحمل لكل اللاعبين الذين توجهوا بلقب البريمير ليك وهم المطالبون بحفظ ماء الوجه دائما في إنجلترا مونشيسر يونيتد يواصل التألق ويؤكد هذا الفريق يؤكد الاستفاق مرة أخرى الموعد كان أمس في أولى مباراة البوكسين داي وفز مونشيسر يونيتد بنتيجة ثلاثة هدف لهدف واحد أمام الساندرلاند في معقله أولترافورد حفو سجل لليونيتد طبعا تألق زلطان إبرايموفيتش في هذه المباراة منح تمريره والسجل هدف وختم ميختاريون بهدف أكثر من رائعه إلى يومية لبيتورا ناطقة بالفرنسية والتي تعنى أيضا وتتحدث عن جديد النوادي الجزائرية شبيبة القبائل العملاق الجريح في دور موبيليس للمحترف الأول أمام فرصة للتأهل إلى الدور ربع نهائي من منافسات كأس الجمهورية عندما يواجه نصر الفجوج المدربة تونسي ليال كنري قال بأنه لا يمكن استصغار هذا المنافس وسنأخذها المباراة بجدية وبإرادة قوية كالتي شهدها في مباراة شباب الوزداد الأخيرة أحد فازت الشبيبة بنتيجة هدف دون رد أمام الشباب بعد ستة أو ستة تعادلات بملعب أول نوفمبر اشتركوا في القناة